وقعت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع شركة ويلز تاورز واتسون العاملة في مجال استشارات الموارد البشرية ويأتي هذا التعاون للعام الثاني على التوالي وذلك بمقر التنسقية حضر توقيع بروتوكول التعاون عدد من أعضاء تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل الشركة وذلك في إطار خطة نادي مدرب التنسقية لتقييم وتدريب السادة أعضاء التنسقية النهاردة بالتأكيد احنا بصدد توقيع بروتوكول مهم جدا بالنسبة لنا في تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين مع شركة ويلز واتسون النهاردة اللي كان لها تجربة جيدة معنا السنة اللي فاتت ويقدر دقول لها وتخصصها في قياس مهارات وكدرات العضاء والده اللي حد نستهدفه في تنسقية احنا بنشتغل في تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ومن خلال كمان لجنة التدريب نحن مؤمنين بشكل كبير جدا أن التأهيل لابد أن يسبقه أو يسبق التمكين بشكل كبير جدا ويمكن هنا دور الشركة أنها بتقريس الأسر أو بتقريس كمان أسر التدريب اللي بيناخده بتقريس كمان المهارات الموجودة وتشتغل عليها وتديني تقريب مفصل لأهم نقطة القوة والضعف في سماتنا الشخصية والقيادية خصوصا علشان تقدر تكون قدام صانع القارنة قدرين يوظفنا ويستسمي قدرتنا بشكل جيد الهدف الرئيسي أن احنا عايزين نقوف من خلال الفترة اللي فاتت كمية الناس اللي جوا مقدموا معنا عشان يخشوا التنسقية كان لازم يبقى فيه أداية تقييم عالمية هي بدون أي تدخل بشري هي اللي تقدر تقول هل الشخص دو متخصد قراره ولا لأ هل الشخص دو مؤثر في قراراته هل الشخص دو بيتأقلم مع الظروف كل الحاجات دي تبقى سمات للشخصية نشاط الشركة في مصر هي الاستشارات في مجال الموارد البشرية وفي مجال تقييم المخاطر على الأصول احنا للسنة التانية التوالي بنتعاون مع تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين في عملية قياس السمات الشخصية للأفراد المنتمين للتنسقية الهدف من البروتوكول ده ان احنا نساعد فيه الاختيار والتقييم وتطوير الأفراد التنسقية احنا كشركة ويلس تاورز واتسن أو WTW التخصص بتاحها في مجال التطوير القطاع البشري بالاضافة لإدارة المخاطر ده الشركة بصفة عامة احنا بنتميز بالشغل الخاص بالأفراد بالموارد البشرية بالتطوير بالتقييمات اللي هي بتدامل عشان تساعد الناس ان هي تؤدي الأدوار بتاعتها واختيار الأشخاص المناسبة في المكان المناسب